اسمعوا حتى يستبين للكنس في مجلس سابق قلنا في هذا إذ أحرق الكتاب العظيم قلنا قبلها إن الإنجيل ليس كتابه هذا تذكير للكنس ولمن لم يسمع الإنجيل ليس كتابه والذي كان مع المسيح كان حكمة وبيانا وبينات ولم يكن مع المسيح عيسى بن مريم على أمه وعليه سلام الله وصلاته لم يكن معه كتاب كما مع النبي محمد وكما مع موسى كتاب على محمد والنبيين سلام الله وصلاته فاسمعوا هذا في الكنس أزيدكم على هذا هذا ليعلمه المسلمون كذلك في هؤلاء الذين لا يحسنون العربية قبل أن يحسنوا الكلام في الميراث كانوا يتكلمون عن القداسة وعن المقدسات وهم يظنون جهلا بالعربية أن المقدس هو المكرم وأنه المطهر أخذوها من الكتب وأبنى من الكتاب العظيم أن المقدسة هو المبارك وأن المباركة هو المثبت المحفوظ وهو المبارك الذي لا يزول واضح فهذا أبناه وأن الله يسمي هذا الكتاب الكتاب المبارك لأنه محفوظا مثبت إذ تبين هذا أن القداسة هي الثبات وأن القداسة هي البركة وأن البركة بركة الشيء ثبت بركة البعير ثبت ومنه بركة الماء لثبوتها ومستقرها فإذا سمعت أن الله الملك القدوس أي الملك الذي لا يزول ملكه واضح فإذا سمعت هذا ثم سمعت من قبل أن الإنجيل أصلا لم يكن كتابه وأن الكتاب الأول هو التوراة وأنه ذهب به وأنه ختم بالكتاب المبارك الذي لا يزول حتى تقوم الساعة فإذا سمعت هذا وعلمت ما القداسة علم وجوبا أن ليس في الأرض كتاب مقدس إلا القرآن العظيم إذا فهمت ما المقدس المقدس هو المحفوظ الذي لا يزول واضح فليس في الأرض الآن كتاب محفوظ كما أنزله رب العالمين فقدسه وباركه إلا هذا الكتاب فهذه يسمعها الآن أهل الملة الأولى أهل الكتاب اسمعوا أما التوراة فليست في الأرض كما كانت كتابه وأما الإنجيل فلم يكن كتابا أصلا فإذا علمتم هذا فاعلموا وجوبه أن ليس في الأرض كتاب مقدس إلا القرآن العظيم ولا عليكم أنكم لا تعلمون إن علماء المسلمين لا يعلمون هذا فمن لم يعلم هذا من المسلمين علماء وعامة ومن أهل الكتاب فليعلم وأريد أن يعلم الله أنني قلت هذا نصرة وتعزيرا له عندي بها حجة من الله وكتابه العظيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم في هذا الكتاب العظيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا فالقداسة للتثبيت والحظ والمباركة فلذلك أيد عيسى بن مريم بروح القدس مباركة وحفظة حتى لا يقتله اليهود ولا يذهب اليهود بالكلمة عيسى بن مريم فالحمد لله رب العالمين على هذا الكتاب العظيم المبارك كما قال رب العالمين وهذا كتاب مبارك أنزلناه كذلك قال رب العالمين تبارك الله رب العالمين وإذ تبينت القداسة في الكتاب العظيم اسمعوا وتعلموا وتبينوا ليس في الأرض كتاب مقدس مبارك بعدما علمتم ما المبارك حتى لا يقول إنه يطعن في الكتب الأولى المبارك المحفوظ الذي لا يزول المقدس المثبت الذي لا يزول استبان هذا ليس في الأرض كتاب ثبت وبورك وحفظ إلا القرآن العظيم الكتاب المقدس واضح هذا الكلام للكنس وأهل الكتاب ولمن لا يعلم من علماء المسلمين ومن عامة المسلمين ترجمة نانسي قنقر